اشتركوا في القناة المتحدة لمستوطنات البشرية في اخر تقرير لما كان يتكلم على الهدف رقم 11 الخاص بالتنمية المستدامة اشعر ان 50% من سكان العالم بيعيشوا في الحضر وان على عام 20-30 60% من سكان العالم هيكونوا بيسكونوا في الحضر الحضر والمدن هو قوة النمو الاقتصادي اللي بتحرك الاقتصاديات اكتر من 65% من الناتج الاجمالي العالمي بيعذى للحضر والمدن لما نيجي نلاقي بقى ان نسبة الحضر في صعيد مصر لا يتجاوز 25% وال75% بيشكروا في المناطق الريفية ده بيقول لنا ليه هذه المناطق عندها قضايا رئيسية في الفقر والبطالة ولما نيجي نحط خطط التنمية عشان نحل مشاكل الصعيد لازم يكون الاصحاح هذا الخلل احد الاهداف الرئاسية اشار دولة رئيس الوزراء الى الخلل الديمغرافي في التوزيع السكاني ان الصعيد بمحافظة البحر الاحمر بيمثل تلتين مساحة الجمهورية وبيعيش فيه 30% فقط من عدد السكان ده خلل تاني الخلل الاكبر هو الخلل في النسق العمراني طيب الخلل ده كمان صحبه ان المدن الموجودة في صعيد مصر كلها ذات مقاومات نمو اقتصادي ضعيفة عشان كده لما ابتدينا نتكلم على المخطط الاستراتيجي القومي لقينا ان احنا بنحط في صعيد مصر 14 تجمع عمراني جديد منهم 8 من مدن الجيل الثاني والثالث وست مدن جديدة من مدن الجيل الرابع اللي تم العمل فيهم من 2014 ده بالاضافة لست مدن جديدة موجودين في المخطط الاستراتيجي القومي المصر حتى عام 52 عشان يبقى عندنا وعقل التنمية الاقتصادية اللي هو العمران الحضري نقدر نكتذب فيه اجذاء من العمران الريفي حتى يتم اصحاح هذا الخلل وضخ الاستثمارات لان الاستثمارات الحقيقية بتضخ في الانشطة الحضرية لان العمران الريفي وخاصة الريف في شكله في صعيد مصر قدراته الاقتصادية محدودة التجامعات الاربع الاربع بيستعب اكتر من سبعة مليون نسمة طيب وده بيقضنا لجدوى توسعة الاحوزة العمرانية هناك مطالبات كثيرة بتوسعة الاحوزة العمرانية في مصر وخاصة في الصعيد سواء كان في المدن او القرى وكمان احنا هنلاقي المدن في صعيد مصر كلها ذات صبغة قروية العمران الريفي زي ما قلنا امكانياته الاقتصادية محدودة الرقعة الزراعية بتاعته مش عايزين نقول ان هي ثابتة لا بل متناقصة وتزايد كبير في عدد السكان لما نقسم المردود الاقتصادي من هذه الرقعة الزراعية على عدد السكان بينتج معدلات فق عالية يبقى لما نيجي نقول ان احنا عايزين نوسح هذه الاحوزة العمرانية هذه الاحوزة العمرانية غير قادرة اقتصاديا على اعالة قاطينيها اساس ويبقى بالتالي ليس من المجدي الاتساع في الاحوزة العمرانية وعندنا جايبين مثال مدينة سهاج مساحة العايزة العمرانية بتاحها كان 3142 فدان في 2009 كان اضيف لها حيز عمراني 608 فدان عبارة عن يشغلوا بعض المتناثرات عايزين نقول لحضراتكم ان احنا في 2020 وصلنا ان احنا 40% فقط من الحيز المضاف ده اللي تم البناء فيه في حين تم البناء خارج هذا الحيز المضاف ب120 فدان يعني نص ما تم بنائه من 2009 ل2020 تم خارج الحيز العمراني والحيز العمراني اللازال فيه 60% منه متاح للتنمية ترجمة نانسي قنقر